وليد أزارو أستاذ إبراهيم عشان بنتكلم عشان هنرجع له تاني نحن دائما لا ندرك قيمة ما نملك إلا بعد أن نفقد أذكر أن كل السوداءات التحليل بعتاولة النقد عتاولة النقد بمعناهم يعني يطلع وليد جاي بجول واثنين ما يتكلمش غير عن الأربع خمس فرص اللي ضيعه فإذا كنا بالصمرار حنرى النص في الكوب الفارغ ولا نرى الفطرة التهديفية بتاعة أزارو محدش يعني بخلاف فلافيو عندما اصطفاق محدش وفليكس في الوقت اللي لعبه لكن محدش عمل النجاح بتاع أزارو ومن ساعة ما مشي جالك حد زيه طب النهاردة الجمهور بيقول إيه فين أزارو مهما كانش عاجب وهم عانا لأن احنا مش تمالي احنا لو أزارو بيجيب الفرص اللي احنا بننتقده عليها كان بقى أحسن فرود في العالم لأنه أكتر واحد كان بيروح للجول سرعات عالية هذه ميزة كانت بتخليك على طول عندك أمل وأنا بالنسبة لي الفرود لازم يخلي عندي أمل باستمرار أقرب نموذج لأزارو مع اختلاف بعض الشيء يعني محمد شريف أنا نفسي ما اضعش فرص بس مستحيل مش هتضيع فرص مستحيل وأنا أشوف أننا الفريق الذي يحقق الفرص يبقى عنده حلول نتمنى نعالج دي عشان نقدر نوصل لفريق لا يقاوم بإذن الله ده كلام مهم جدا بيقودنا إلى أولى فقرات حلقة الليلة